وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النار وبعد انتشر في الأسبوع الماضي كلامٌ لرجلٍ من ضُلال الدكاترى الذين هم في السودان يُدعَى مُحَمَّدْ عَلِي الْجَزُولِ في هذا المقال يطعن هذا الرجل في أحد أكابر هذه الأمة وأحد الصحابة الكرام الذين كان يُجِلُّهم ويُعظِّمُهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكرٍ ثم عُمرَ ثم عُثمان بكلامٍ سيِّئ وهو يُعلِّقُ على ما حصل من اتفاق وهو يحمدُ الله عز وجل في زعمه على أن من كان على شاكلته قد عرف حقيقة العسكر كما يُسمِّيهم وهو يقول في كلامه أنه ضِدُّ العسكر أو ضِدَّ العسكر من معاوية ابن أبي سفيان إلى آخر أو إلى آخرهم أو كما قال ولا شك أن هذا يُنافي ما دلَّت عليه الآيات القرآنية والأحاديث المروية وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وإجماعهم على عدم تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالثناء الجميل والذكر الحسن كيف وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا محمدٌ رسول الله والذين معه أي أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم كما هي صفة المؤمنين تراهم رُكَّعًا سُجَّدًا فوصف الله عز وجل كثرة عبادتهم وصلاتهم وأنهم يريدون ما عند الله عز وجل وأنهم أهلُ إخلاصٍ وتُقى يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السُّجود أنهم كانوا إذا رأوهم قالوا هؤلاء أفضل من الحواريين فيما بلغنا قال ابن كثير وهم كذلك ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه كما خرج محمدٌ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وحده ثم آمن به أبو بكرٍ ثم كثر الناس بعد ذلك فقوَّى الله عز وجل محمدًا بالصحابة فهذا معنى المثل يُعجِب الزُّرَّاعَ ليغيظ بهم الكفار وقد استدل بهذه الآية الإمام مالك على أن من أصبح وفي قلبه غيظٌ من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم فله نصيبٌ من هذه الآية وأيَّدوا على ذلك العلماء من بعده كابن الجوزي والقرطبي وابن كثير وغيرهم من العلماء يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراء ومثلهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يُعجِب الزُّرَّاع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً وقال الله تبارك وتعالى في متح المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه فأخبر الله أنه في عليائه رضي عنهم وأنهم راضون عن ربهم تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل أيضاً لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةً فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا بل عاتب الله عز وجل خليله وصفيه محمدًا صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث سعد أن قريشًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال وعنده أناس ستة أنا منهم وابن مسعود قالوا إنه تأتيك وفود العرب وهؤلاء الأعبد معنا فاطردهم قال فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاءً يقع فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ديال دائرين ما عند الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجلس إليهم فلا يقوموا حتى يقوموهم قال ابن الجوز رحمه الله لله در أقوام أخلصوا الأعمال وحققوها وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوها وقهروا بالرياضة أغراض النفوس الردية ومحقوها فعن إبعاد مثلهم وقع نهي النبي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سعدت صحائفهم من الأكدار صافية وارتفعت أعمالهم بالإخلاص ضافية وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية والناس في أخلاط والقوم في عافية ففاق المولى منهم على الرئيس القرشي يدعون ربهم بالغداة والعشي ابتلاهم فرضوا وصبروا وأنعم عليهم فاعترفوا وشكروا وجاءوا بكل ما يرضى ثم اعتذروا فمن قشعت الحرب مع العدو حتى ظفروا فنالوا غاية الإمكان في المكان العلي يدعون ربهم بالغداة والعشي دموعهم في الدجى ذوارف لما بين أيديهم من المخاوف إذا جن الليل يحنون إلى الحبيب حنين شارف الدمع مساعد والحزن مساعد هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم في محكم التنزيل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال ابن أبي داود في الحائية رحمه الله تعالى قل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان ثم عثمان ثم عثمان يشرح قال ورابعهم خير البرية بعدهم علي الخير بالخير بالخير يمنح وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا أموالهم وخرجوا من ديارهم ابتغاء ما عند الله فكان حق المؤمنين عليهم أن يعرفوا حقهم وأن يستغفروا لهم كما قال ابن مسعود أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل رسالته فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال الله عز وجل في وصف الذين لهم حق الفيء الذين يستحقون أن يقسم لهم من الفيء وهو المال الذي أخذ من الكفار بغير قتال ولا إخراج سيف قال والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين بعد أن وصفهم والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وهذا يصرح بالغل في قلبه تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعظم ما وقع فيه هذا المجهول هذا الإنسان السفيه من الجرم في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسعوه هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فهذه آياتٌ وردت في فضل الصحابة عموما وهناك أدلةٌ وردت في فضل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه خصوصا فمن أول هذه الفضائل والمناقب التي حفظها له العلماء والسلفيون حقيقةً أنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتمنه الله عز وجل على الوحي واتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عند مسلم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكيف يطعن إنسانٌ عاقل في إنسانٍ كتب الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشد الخذلان وما أبعد هذا الإنسان عن الصراط المستقيم والطريق القويم ومن مناقبه رضي الله عنه أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خال المؤمنين وإن رغمت أنوف فإن أخته هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم فهي أم المؤمنين ومعاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاهم وقد صحح الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب وفي رواية وصهر منقطع إلا سببي ونسبي أو إلا سببي وصهري كما جاء في الرواية فهذه منقبة عظيمة لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الإمام العدل الملك الرحمة الذي ولاه عمر رضي الله عنه ثم ولاه عثمان رضي الله عنه فحفظ فحفظ الأقاليم ووسع الناس حلمه وعدله رحمه الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما قائلا أن يناموا وقت القيلولة عند أم حرام بنت ملحان وكانت زوجة لعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي قوم أو أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر في سبيل الله ملوكا على الأسرة وكان وكان هذا الجيش الذي ركب البحر في عهد عثمان رضي الله عنه وكان والي ذلك الإقليم معاوية رضي الله عنه وهو الذي أغزاهم وهو الذي كان يكلم عمر ويكلم عثمان في ركوب البحر وفي غزو الرم ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه التي تنكب لها هذا الدكتور الخبيث الذي يطلب الدنيا ويجري وراها وفي سبيلها يطعن حتى في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية اللهم اجعله هادياً مهدياً وهده وهد به ولذلك لما قيل لبعض السلف كيف لو رأيت عمر بن عبد العزيز في عدله قال له وكيف لو رأيت عهد معاوية قال في حلمه قال لا بل والله في عدله بل قال الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى قال والله لو أدركتم زمان معاوية لقلتم هذا هو المهدي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه وأيضاً دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ولا شك أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول طيب مباركاً فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وأدخله الجنة يا أخواننا إنساني أتعجب أنت اللي بدخلك شنه يا دكتور في إنسان دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات أن يعلمه الكتاب هل أنت أعلم بالقرآن منه والله ما تفقه شيئاً والحساب قال وقه العذاب يعني يوم القيامة دعا مقبول وفي لفظ أورده ابن كثير في البداية والنهاية وصححة قال وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَإِنَّا مِمَّا يُبَيِّنُ فَضْلَ مُعَاوِيَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ما جاء في صحي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن هندًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله يا رسول الله ما كان أهل خباء يعني البيت أهل بيت يعني أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك وَوَاللَّهِ لَقَدْ أَصْبَحْتُ وَمَا مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ من أن يعزوا من أهل خبائك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا والذي نفسي بيده معنى شنو قال العلامة بن كثير رحمه الله قال ومعناها وأنتم أيضًا كنت أحب ما كان أهل خباء أحب إلي من أن تذلوا في حال كفركم منكم ولكن لما أسلمت ما كان أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ويوليهم على الأعمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتى منهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع قال وقد قال النبي قال وقد اتفق علماء المسلمين على أن ملك معاوية رضي الله عنه هو ملك ملك ورحمة وأنه خير ملوك الإسلام ثم قال رحمه الله تعالى قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون 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 الخلافة نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم تكون ملكا ورحمة ثم تكون ملكا وجبرا ثم تكون ملكا عضوضا وهذا الدكتور يحرف الكلمة عن مواضعه ويكذب ويقول معاوية رضي الله عنه أول من أول من كان ملكه عضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون ملكا ورحمة وخلافة النبوة ثلاثون سنة تنتهي بستة أشهر بحكم الحسن بن علي ثم تبدأ خلافة معاوية رضي الله عنه ولذلك أخوانا ما أسفه الإنسان وهو ينتقد قدوات الأمة ولذلك قال أبو زرع الرازي وغيره من العلماء من رأيته ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق وإنما أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا فالجرح بهم أولى وهم زنادقة إنسان عشان يخطب ود أحزاب علمانية فاجرة فاشلة يطعم في الصحابة ويقول لهم أننا أصلا ما بنحب العسكر والحكم الجبر وهو إنسان كذاب دجال متلون كيف لا وهو يؤيد داعش ده نفس الدكتور قال كان بيطلع الخضة في أركويت في المنابر ويقول يجب قال إن من أوجب الواجبات وإن من أعظم الجهات أن تصبح سفارات أمريكا قال هدفا واضحا قال لا نريد لا نريد قال لا نريد المتفرجين وإنما نريد الذين يقومون بالعمليات الدولة السامية في العراق والشام فإن من أفرض الفروض وأوجب الواجبات مصرطا لنواة الخلافة الراشدة أن تصبح جميع سفارات أمريكا أهداف الشيحة أن تصبح جميع مصارع أمريكا أهداف مشروعة ساهم في حماية دولة الخلافة ساهم في حماية نواة دولة الخلافة وعن ننضي إلى العمار وعن ننصر دولة الإسلام وعن نستعد أن نكون جزءا من العمليات هل الدولة الخلافة الإسلامية داعش التي أنت أحد مؤيديها وهل أبو بكر البغدادي هل هو من الراشدين وهل أقام خلافة وهل أبو بكر البغدادي من من له الشورى وعند شورى فانظر إلى هذا التناقض ولكن أراد الله عز وجل أن يرفع من درجاتهم فكل هذا من الطعن في الصحابة من الحسنات التي تصل إليهم يوم القيامة ولنا إن شاء الله تعقيبٌ بعد صلاة الجمعة في هذا الموضوع وغيره بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يرزقنا جتنابه ونسأل الله عز وجل أن يبرم للأمة أمر الرشد يعز في أهل الطاعة ويذل في أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ترجمة نانسي قنقر